أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد روضان على حل أي معوقات قد تواجه تنفيذ مبنى الركاب الجديد وتدليل جميع الصعوبات أمامه بما يسهل إنجاز المشروع في الوقت المحدد وعرض روضان خلال قيامه بجولة تفقديان المشروع عن الفخر بوجود الكوادر الوطنية في المشروع سواء من العاملين بالجهات الحكومية أو شركات الغطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر